اشتركوا في القناة في علمهم وفي علاجاتهم وفي تشخيصهم وملاحظاتهم السريرية فضلا عن علمهم الواسع بعلم الصيدلة وقد ذكرنا تحدثنا عن عدد من أولئك النفر من المبدعين في هذا المجال الحيوي في حلقات سابقة حتى قيل أن العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان يعني جعلوا للطب مكانه كما هي مكانة العلوم الدينية لأنها تحفظ صحة الإنسان ومن أولئك العلماء الذين نود أن نتكلم عنهم شيئا في هذه الحلقة الطبيب ابن التلميذ وذلك لصفات اتصف بها هذا الطبيب وليس لأنه طبيب وكفى هذا الرجل كان من عائلة مسيحية بغدادية قديمة الموجود في هذه المدينة ومن أسرة عانت الطب يعني مارست الطب لأكثر من جيل جده كان طبيبا أبوه كان طبيبا جده لأمه كان أيضا طبيبا ومن هذا الجد اكتسب اسمه ابن التلميذ لا من جده لأبيه ولكن هذا يحدث من جده لأمه لأنه كان مشهورا في عصره ابن التلميذ كان أستاذا في الحقيقة في المجالات الطبية ونال ثقافة واسعة قبل أن يختص بهذا العلم المهم وهذا شأن الأطباء في ذلك العصر كان الطبيب لا يكون لا يسمى طبيبا إلا إذا درس تلك العلوم التي رأوا أنها تمهد لدراسة الطب يعني لا يبدأ رأسا بدراسة تشريح الإنسان أو غير ذلك وإنما يبدأ بدراسة الفلسفة هذا أمر غريب فعلا لكنه ليس غريبا إذا عرفنا أن الغاية من درس الفلسفة هو تعليمه التفكير المنطقي لأن كل معرفة تقوم على تفكير منطقي فإن خانت المنطق ذهبت بالاتجاه الخاطئ فكانوا يدرسون الفلسفة ويدرسون لغات عصرهم العلمية العربية طبعا لازم يكون متقنا لها لأن الأصول معظمها بالعربية والسريانية لأنه هناك مؤلفات مهمة ترجمت من اليونانية للسريانية والفارسية وأحيانا اليونانية كما هو شأن حنين من أسحاق وغيره من الأطباء لأن بعض الكتب يجب أن يقرؤوها بلغتها الأصلية كتب جالينوس وأبو قراط وغيرهما من أساطين الطب اليوناني يقرؤون كتبهم بلغتهم الأصل انظر إلى الدراسات السابقة على دراسة الطب التي ينبغي للطبيب أن يتقنها فإن تجاوز ذلك ودخل يعني تعلم الطب من أساتذته دون أن يدرس هذه الدراسة النظرية الصعبة سمي متطببا لا طبيبا وكثيرون يجدون في كتب التراث الطبي تعبير كان متطببا متطببا يعني متطفلا على هذا العلم يعني ليس بالطبيب لا يسمى طبيبا يسمى متطببا يعني تعلم من أستاذه تعلم من شيخه تعلم من مصدر ما لكنه لم يدرسه دراسة نظرية ابن التلميذ هذا وصفا جميلا حينما قال أحد مترجميه موفق الدين البغدادي قال لم أجد طبيبا يستحق اسم طبيب إلا هذا الرجل مع كثرة الأطباء لأنه كان طبيبا عزز معرفته الطبية بدراسات متنوعة وبثقافة عامة وكان هذا يحتاج إليها الطبيب في ذلك العصر اليوم هناك يعني أشياء أخرى يدرسها ويتخصص بها الطبيب وتعينه في ذلك المخترعات والأجهزة المعقدة التي تكشف عما في جسد الإنسان من أوجاع ومن لكن في ذلك الوقت كان الطبيب يستعين بالمنطق يعني بحسه فضلا عن علمه لم تكن تمت وسائل تعينه على هذه الأمور وبالتالي كان يجب عليه أن يكون واسع الأفق يستطيع أن يفهم الحالة بذهن لماح وليس من خلال تقارير طبية أو أشعات وغير ذلك يعني الوسائل مختلفة ابن التلميذي هذا درس هذه العلوم وعلى مستوى فائق يعني بمستوى عالي درس اللغات ودرس الفلسفة ودرس الأشياء الأخرى التي تعينه فضلا عن أنه كان ظليعا باللغة العربية لماذا؟ لأن اللغة العربية كانت كما عرفت الطبيب الآن ضرورية بالإنجليزية لغة العلم الطبي كذلك كانت العربية لغة العلم الطبي في ذلك العصر يعني إن لم يكن متقنا لهذه اللغة تفوته كثير من من الدقائق العلم فعليه يكون متقنا للغة العربية ليس لأنها لغته الأن فحسب ولكنها لأنها لغة العلم وكذا كان اللغة العربية تؤلف فيها المؤلفات وتدرس بلغتها في أوروبا إلى في فترة العصور الوسطى ومطلع العصر يعني العصر الحديث إلى 1700 1600 قرن السابع عشر كانت تدرس باللغة العربية لأنها لغة العلم لا حبا باللغة ولكن حبا بالعلم الذي يؤلف بها ولا ننسى أن نقول بأن أول كتاب علمي طبع في أوروبا كان القانون لبنسينا طبع في عام 1491 طبعا متقنا وطبعا من هم قراءه في إيطاليا في روما من قراءه في أوروبا ليس العرب وإنما كان الأطباء الأوروبيون الذين يعني يدرسون هذا الكتاب بلغته إذن مسألة اللغة العلمية مسألة مهمة وقد تمكن ابن التلميذ بإتقانه هذه اللغات أن يقرأ الأصول الأولى للمعرفة الطبية لا سيما باليونانية كتب جالينوس وأبو قراط تمكن من هذه الكتب إلى الحد الذي استطاع به أن يكتب التعليقات والملاحظات والنقود على هذه الكتب النقود جميع الانتقاد يعني والنقد هذا كله يدل على براعة هذا الطبيب نبه هذا الطبيب واشتهر في زمانه وما زال شابا فاستدعاه الخليفة العباسي في ذلك الوقت المقتفي لأمر الله وأراد أن يفيد من علمه وكانت يعني دار الخلافة تضم عددا من كبار الأطباء ليس لعلاج الخليفة أو خاصته فحسب وإنما لعلاج من يحتاج إليه يعني دار الخلافة كانت فيها مؤسسات ترعى العلم وترعى العلماء فضم هذا الرجل إلى هذه المؤسسات إلى دار الخلافة وأكثر من ذلك بعد أن تأكد له مقدار براعتي وكان الأطباء يتعرضون إلى امتحانات شاقة يعني حتى يقتنع أولي الأمر بمعرفتهم وبإتقانهم هذا العلم وحينما تبين لهم ذلك عين ساعورا والساعور هنا بالمعنى الاصطلاحي رئيس الحكماء في المستشفى طبعا له معاني أخرى ولكن المعنى في هذا المجال في المجال الطبي هو رئيس الأطباء في المستشفى واختير أن يكون رئيسا للأطباء في أكبر مستشفى ودار علم طبي في بغداد بل من أكبر المستشفيات في العالم الإسلامي وهو المهرستان العضودي أو المستشفى العضودي الذي كان يعني متقدما جدا يعني كان فيه أربعة وعشرون طبيبا كبيرا يعالجون مختلف المرضى وكانت فيه أجنحة للأمراض المزمنة وأجنحة وجناح للممسوسين يعني الذين يعانون من أمراض عصبية وفضلا عن الأمراض الأخرى في هذه المؤسسة كان ابن التلميذ رئيسا لأطبائها فانظر إلى مقدار هذا الإنسان من العلم في عصره وطبعا كل ذو نعمة محسود وبالتالي أخذ يعاني من منافسة بعض كبار الأطباء كان هناك طبيب اسمه ابن ملكة هو كان يهودي الأصلي ويعني تنقى الإسلام كما قيل في آخر عصره لكن الرجل كان ليس هذا هو الذي يهمنا من يكون لا يهمنا أنه نفس ابن التلميذ منافس شعواء إذا أجاز التعبير نعم كان ابن ملكة كان طبيبا مهما وألف كتابا مهما في الطب ولكن الصراع بين الرجلين بلغ أشده كان ابن ملكة كما وصفه معاصره متكبرا متعجرفا يرى نفسه أعلم الناسي في علم الطب في حين كان ابن التلميذ متواضعا إنسانا يعني كان هناك اختلاف في شخصيتي الطبيبين وبالتالي نشب المشاكل بينهما وواجه ابن التلميذ كل هذه المنافسات بروح علمية هادئة لم ينجر إلى مثل هكذا صراعات واستمر يعالج بأنات وبروح إنسانية حتى أنه كان يعالج المرضى يعني أحيانا مجانا يتنازل عن أجره كان يشجع المحبي هذا العلم أن يمضوا في دراساتهم كان مختلفا تماما عن ابن ملكة هذا وطبعا كانت الواضح أسباب المنافسة لأن ابن التلميذ نبغ نبوغا عجيبا وشعر بعض الأطباء في المارستان العضدي ولا سيما المقربين لدار الخلافة بأن هذا النبوغ سوف يهز عروشهم العلمية التي حازوها في الفترات السابقة فواجهوه بأنواع المكائد وكان واحدا أو كان نتيجة هذه المكائد أنها انتهت بمأساة إذ أغتيل ابن التلميذ في رواق داره ليلا وهو طبيب يعني لا نتوقع أن يكون له أعداء أصلا يعني هو طبيب ومشغول بالتأليف ومشغول بالعلاجات وبتقديم الإرشادات الطبية لمن يطلبها والنصائح وذلك يعني مشغول بكتابة الوصفات الطبية أما أن يغتال في رواق بيته في ممر بيته في الليل معنى أن هناك من كان يشعر بأن هذا الرجل أصبح خطرا عليه ولا نستبعد أن يكون ابن ملكة هذا وراء هذه الجريمة يعني لأنه بالغ في عدائه على أي حال كان ابن تلميذ هذا نموذجاً للطبيب الإنسان وأضيف هنا الطبيب المؤلف الذي ألف كتباً نقل فيها معرفته الطبية إلى الأجيال اللاحقة من الأطباء كتب كتاباً مهماً جداً سماه الأقراباذين الكبير والأقراباذين كلمة معربة يقصد بها ما يسمى اليوم دستور الأطباء يعني ربما يترجم هكذا الكتاب الأساسي المرجع في دراسة الطب الأقراباذين الكبير ظل هذا الكتاب يدرس ويدرسه الأطباء لقرون من بعده في العالم الإسلامي كتاباً أساسياً ثم ألف كتاباً آخر سماه الأقراباذين الصغير البيمارستاني والبيمارستان يعني دار المرضى يعني المستشفى وهو كما نفهم من عنوانه مخصص لدراسة أطباء المستشفيات يعني الحالات السريرية التي يجدها الطبيب في المستشفى ببيمارستاني هذا هو المعنى وهذا الكتاب لقي انتشاراً لا يقل عن سابقه وكثرت نسخه في العالم بسبب كثرة الطلب عليه كما أنه كتب كتباً أخرى وترجم كتباً أخرى يعني من مؤلفاته المهمة كتب كتاباً سماه المقالة الأمينية في الأدوية البيمارستانية يعني الأدوية التي تحتاجها المستشفيات هذا الكتاب أيضاً لقي ذيوعاً وانتشاراً اختصر كتاباً ضخماً في الطب وهو كتاب الحاوي للرازي هذا الكتاب يقع في أزاء عديدة نم فيها مؤلفه الرازي أبو بكر الرازي عن علم غزير جداً في مجال الطب سابق لعصره فقام ابن التلميذ باختصار هذا الكتاب جعله نافعاً للطبيب يعني لا يمكن للطبيب أن يقرأ مثلاً عشرات المجلدات يعني لكنه وضعه في قالب يمكن للطبيب أن يلجأ إليه في كل حين أيضاً كتب كتاباً أو اختصر كتاباً في الأشربة في الأدوية التي تأخذ يعني على طريقة الأشربة اختصر شرح جالينوس لكتاب فصول أبقراط هذه كتب اليونانية لا يفهمها إلا المتضلع بهذه اللغة لا سيماً اليونانية القديمة يعني كان متمكناً من قراءتها وتفهمها حتى أنه اختصرها من أجل أن تكون تحت متناول الأطباء الناشئين والأطباء المتخصصين الذين بلغوا مبلغاً عالياً في العلم شرح كتاباً مهماً في طب العيون لحنين بن إسحاق هذا كتاب المقالات في العين كتاب يعني يمثل دستور الدارسين لطب العيون في ذلك العصر حتى أنه كان يتوجب على الطبيب أن يمتحن بهذا الكتاب يعني مادة امتحانية فإذا ما أجاب جواباً صحيحاً عد طبيباً فإن لم يستطع ذلك أخلى هذا بشروط تخصصه و يعني كان ثلمة في في علمه الطبي وظل لقرون يدرس حتى إلى العصر العثماني يعني كان المقالات في العين هو درسه ووضع يعني ملاحظات عليه مهمة وشراحه واختصر فيه بحيث جعله يعني في وضع يمكن لطالب العلمي أن يلجأ إليه بكل حين كتب حواشي مهمة على القانون لابن سينا كتاب القانون لابن سينا كما يعرف من طلع على هذا الكتاب أيضاً يعدد السورة عمل يعني جمع وحوى الأمراض والأدوية التي تستخدم للعلاج وشيء موسوعة طبية ظلت هذه الموسوعة تدرس ويدرسها الأطباء إلى يعني القرون الأخيرة فوضع هو اهتم بهذا الكتاب ووضع حواشي عليه يعني لم يكن يكتفي بأن يعالج يشخص ويعالج وإنما كان يسجل نتائج بحوثه وعلاجاته في حواشي الكتب القديمة ثم يجبعها في كتاب لتفيد غيره العجيب أنه رغب كل هذا التخصص كان شاعراً لا أدري كيف كان أولئك العلماء يجدون من رهافة الحس ما يعني ما يتمثل بهذا الشعر الرقيق الذي نسب إليه كان شاعراً كان متبحراً باللغة العربية كان أديباً كان وكان من من المجالات التي يعني برز بها هذا إضافة إلى علمه الواسع بالطب خدم عدداً من الخلفاء يعني عمل على علاجهم بالمستضيء بالله وتوفي في بغداد وبقيت آثاره حية بعد وفاته لكن نريد أن نقول أن دار ابن التلميذ نعرف مكانها اليوم من بغداد لأنها تقع بالتحديد في نهاية السوق البزازين قريباً من نهر ججلة قريباً من المدرسة المنصنصرية وفي جزء منها أنشئت المدرسة النظامية فهي هناك في نهاية السوق البزازين في ملتقاه بشارع الخفافين كانت دار كبيرة بحيث أنها وسعت فيما بعد مدرسة كاملة هي المدرسة النظامية كان الرجل يعالج الطلبة في المدرسة النظامية على نفقته كلما مرض أحدهم عالجه وأعطاه دينارين لكي ينفق في ذلك اليوم على نفسه ولا يتكلف بالعمل أو بالدرس كان رجلاً إنساناً وبالتالي اخترناه موضوعاً لهذه الحلقة وإلى حلقات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة